أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا طبعا اليوم حلقنا ضيفنا يعني ضيف غير عادي هو أمير البحث الشجاع أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا طبعا اليوم حلقنا ضيفنا يعني ضيف هذا من عندي لا من عندي من عندي أنا آسف أنا آسف من عندي من عندي المفروض كان أسكر الصفحة بس تمت مفتوحة وآسف على الغلق طبعا خلونا نرحب أول شيء بالشجاع البغدادي أمير البحث أهلا وسهلا أشكرك خير حبيبي وتسلم ميرسي كتير على الدعوة الحلوة هاي منك وبيعجبني كتير قناتك وبرنامجك الجهر لأنها مفيدة وبتشرح بتتنور الشباب العربي وتثقفهم باتجاه الصحيح فمشكور على جهدك وعلى كل اللي بتقدمه من شاننا ميرسي كتير تسلم 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 حبيبي رياض رياض يعني نحن اتعودنا بطاقة تعرفية رياض مثل ما تفضلت أو المعروف بابو يوسف عراقي النشأة مولود في بغداد نحن من جيل السبعينيات وبشتغل بمجال الانترنت الشبكات الكمبيوتر وساكن حاليا في شمال كندا يعني في منطقة كندا في عز البرد يعني في عز البرد ودرجة الحرارة اليوم 13 تحت الصفر طيب شو بتحب أنا ديلك أمير البحث شجاع البغداد رياض أبو يوسف اللي بتحبه فيك تسميني لوسي إذا بدك يعني اللي بتحبه أنا بديك أنت تقرر أي اسم بيعجبك فيك تسميني رياض أو أبو يوسف ماشي ماشي رياض ماشي هو أنا بحب رياض أحسن من أبو فلان وأبو علام أحلى 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 صحيح معك حق معك حق بس ثقافة شوي متنكرز منها يعني مظبوط من حق معك طيب أخي رياض يا ريت حدثنا عن نشطك الدينية وتأثير الوسط الاجتماعي عليك وإلى أي مرحلة وصل التبير معك فضل النشأ مثل ما بتعرف كانت في أوساط ومجتمع إسلامي بالدرجة الأولى لكن كطفل يعني فينا أقول لك أنه أول ما وعيت على الدنيا كان النظام السياسي أنا ذاك نظام حزب البعث الاشتراكي وأنا وعيت على أحمد حسن البكر واللي هو كان قبل صدام حسين بعدين صدام حسين من بعد ذلك فكطفل تعرف أخجان يعني الطفل بالغريزة مش مهتم كتير لهالإشياء الله شو الله وشو محمد ما بنعرف هالإشياء لولا أنه الأهل والمجتمع هما اللي حشوا هاي الأمور بعقولنا ولا أنا بعتقد وأنا من المؤمنين بأن الطفل بالغريزة يا إما أنه أغنوستيك يا إما أنه ملحد بالغريزة بالفطرة وأنا بتذكر نفسي أنا بتذكر نفسي لأن هذا أنا عمري خمس سنين ست سنين سبع سنين ما كان عندي وعي على الدين ما كنت أسأل مين هو الله وشو هي الديانة لكن كنت أسمع وأشوف يعني البي والأم والست والخالة والعمة والتعرف لكن فينا أقول لك وبعض الناس رح تستغرب إذا بدك تسميها دين فهي الدين السياسي دين غسل المخ الدكتاتوري البعثي الصدامي هذا هو الدين اللي فينا أقول لك غسل عقولنا فيها بحيث عدنا بالعراق كان يسموها تحية العلم في طابور الصباح وهذه الشعارات القومية مثلا وطننا من المحيط إلى الخليج نموت لتحية دولة فلسطين العربية من هالشعارات اللي حفظونا ياها وأصبحت شوف رغم كل هاي السنوات اللي مضت ولا زالت محششة هذا هو غسل المخ وأنا أتفق مع الزعيم الروحي ريتشارد دوكنز رضوان الله عليه أن هذا يعتبر نوع من أنواع الأبيوس ما أعرف كيف انترجمها بالعربي لكن هي إساءة للطفل أنك تشخص الطفل بدين من الديانات هذا الطفل مسيحي هذا الطفل مسلم هذا الطفل رغم أنك لا تستطيع أن تشخص الطفل سياسيا أن تقول هذا الطفل ماركسي الناس تضحك عليك هذا الطفل رأس مالي ما معنى هذه حرام وهذه حلال ما هي نفس الشي أيديولوجية خلينا نسميها أيديولوجية المهم فما حطول عليك وبعدين فترة المراهقة افطريت أني أترك البلد لأنه شيء شغلة بسيطة صارت أنا كان عمري تسع سنين حبيت أني أنضم للكشافة الكشافة اللي هي بوي سكاوتس بالإنجليزي بالعراق يسموها الطلاع ما بعرف إذا لسه موجودة أو اختفت أو كان يسموها الطلاع طلاع على البعث نعم طلاع على البعث نحن بسوريا كنا طلاع على البعث نفس التسميات ما هيك نعم الأطفال كان أطفال يسموهم طلاع على البعث منظمة طلاع على البعث نفس التسمي نحن كمان كانوا يسمونا الطلاع على البعث لكن ما معنى خبر فأنا دخلت في الطلاع وكان أول درس كيف أنه نفسخ ونركب الرشاش رجعت على البيت مكيف ماما اليوم أنا مسكت رشاش وأول ما سمعوا هالحكي خافوا علي وعلى طول يعني سحبوني من هال بلا طلاع بلا بلوط بلا هالحكي الفاضي هذا كله وبعدين بلش صدام تعرف بيأخذ أولاد من عمر 12 سنة 14 سنة يأخذهم كانت حرب مع إيران حرب 8 سنوات للأسف لا أخذنا منها لا حق ولا باطل فخافوا علي وخافوا على مستقبلي فكان أنسب حل أني أترك البلد فتركت البلد وشاءت الظروف أني أسكن في دولة خليجية تحديدا في الإمارات في دبي وكملت فيها فترة الدراسة اللي هي المرحلة المتوسطة يسموها أو الإعدادية في بعض الدولة الإعدادية ومن بعد الإعدادية الثانوية ولكن خلال هذه الفترة المجتمع أصبح مختلف تماما للمجتمع اللي عندنا في العراق رغم هناك تشابه أي نعم ولكن في نفس الوقت أشياء كثيرة مختلفة ناهيك عن اللهجة وطريقة الحكي وطريقة والمجتمع السائد هو مجتمع المسلمين أهل السنة والجماعة أنا جاي من خلفية جعفرية شيعية وهم بيمثلوا الطائفة الأغلبية هناك طائفة أهل السنة والجماعة وكان فيه هناك زحف ومد سلفي من السعودية الجارة البلد الجارة السعودية فكان المد والزحف وهابي سلفي وكانوا طبعا في نصب أعينهم الشباب اللي مثل فترة المراهقة هذا أفضل سلعة وهذه أفضل بضاعة بالنسبة لهم فبلشوا في غسل حتى في المدارس يعني يعني مادة مثلا جيولوجيا مادة علمية بيطلع لك مدرس وهابي سلفي بيعمل لك هيك بالمسواك أم ربي لحيا بيحط لك الغترة هذي فوق راب بدون عقل ولابس لك اللي يسموها الكندورا هي هي دجداشة يعني الثوب الثوب بتكون شوية واصلة للركب ليش واصلة للركب لأنه نحن زهدا في الدنيا طالع شكله مثل الفراش ما بدي أقول المهم فبيعد يحكي لك بالقرآن وبالإسلاميات وبالحديث واحنا بموضوع الجيولوجيا طب احكي لي عن طبقات الصخور احكي لي عن التكتونية الألواح احكي لي عن البراكين لا جاي يحكي لك عن الجهاد في سبيل الله اوكي هذا من وراء ظهر الناظر ومن وراء ظهر هو جاي يستلمنا احنا كأولاد مساكين صغار على قولة عاد الإمام بيخلع لنا البنطلون واحنا مش فاهمين حاكي يبي المهم وكل يوم خميس لأنه الخميس نص نهار قبل الجمعة تخيل أنه في بلشت الحكومة تبني مساجد في مسجد صغير هيك جامع صغير بداخل بداخل المدرسة الحكومية فبتصير أنت نص نهار آخر حصة بيأخذك الأستاذ بنزلك بنزلك على الجامع وتقعد صلي صلي صلاة الظهر مثلا وهذه بالنسبة إلي أنا شو كنت أعمل كنت هيك أطرتش مي وتعرف الوضوء بس وقت الصلاة أعمل الحركات بس بدون ما أقول شي بدون ما أقول شي يعني بس هيك بأعمل الحركات مثل هم بصلي وهم بقعد يعني سجود وركوع وقيام لكن بدون ما ما أحكي شي يعني مثلا حتى في نكتة يعني أنتوا عم بتسلم هيك بنقول بالعراق ها شلونك شكو شماكو شلونك شخبارك ماشية ماشية شكو ماكو اي شكو شماكو سلمني على الحق أم محمود يعني هاي الحكي باللهجة العامية الدارجة والصلاوات الإبراهيمية بتعرف الصلاة اللهم صلي يا رب ليش ما تصلي على محمد زي ما صليت على إبراهيم وتخلصنا عاد يعني مثل هالحكي ولما بتدعي شو بتقول يا رب خلي أبويا يشتريلي الفيديو جيم اللي بنفسي فيها وحاشتك بقى صار لي سبع سنين ناطر وكل يوم ماكو نعل وماكو القنادر كفاية بقى يعني هاي هي الأدعي اللي كنا وانت أحسن واحد وما في غيرك وبنشكرك وأرجوك يعني ما تعذبنا بكفي عذاب خلص شو بتقول لهم عند الله أنت ماسك العصايا ووين ما يوجعك هالله هذا المهم لكن أكبر شي تغير في حياتي طبعا صارت حرب الخليج حرب واحد وتسعين ونحنا كعراقيين فجأة لأن الجنسية أصبحنا غير غير مرغوب فينا غير مرغوب فينا فاللي بتخلص الإقامة عنده ما بيجددوا الإقامة فيلا الله معك وروح ارجع اترك البلد وهاجر وسافر طيب أنا وين بدي أروح قصة طويلة لجوء ما لجوء إنساني ولجوء بهدلة طويلة عريضي لحد ما نهاية المطاف وصلنا إلى إنجلترا وعشت فترة 11 سنة في بريطانيا في لندن تحديدا في لندن هنيك الحياة تبدلت والظروف تبدلت والمناخ تبدل والثقافة والكولتشر وإشي كتير تبدلت بحيث أصبح في حرية أكتر وأصبح في ثقافة أكتر ووعي أكتر وأنا اهتميت في المواضيع الأمور بالدراسة يعني تحاولت أني أركز على الدراسة أكتر شي دراسة هندسة ميكانيك في جامعة يمكن تعرفها أخجان أو يمكن ما بتعرف اسمها أكتن كوليج أكتن كوليج في لندن تعرفها أكتن كوليج هنيك درست ميكانيك هندسة وكملت وشاءت الظروف بعدين أني تعرفت على المدام وهي يعني ساكنة في كندا وقالتلي تعال أنت والآخري فهي الشيء أنه هي مسيحية يعني هي من خلفية مسيحية ومش مسموح لأنها تتجوز واحد من خارج الملة من خارج الطائفة لازم أنا كمان بردو أكون مسيحي مثلها حتى يسمحونا بالزواج طبعا فيك تتزوج مدني بس الزواج المدني الكنيسة ما بتعترف فيها وحسب الطقوس تعرف أنت عرب كنيسة الشرق عندهم طقوس وعندهم عادات وعندهم إشياء يعني بيقولوا عيب فلازم تتجوز بالكنيسة وأنا بهذه الفترة كنت أيضا لسه الانترنت جديد ولسه هالإشياء ودخلت على البالتوك ما كنت عارف شو هو البالتوك وهالإشياء على الانترنت وتعرفت على طبعا زكريا بطرس وتعرف أنت هذه الحملة الكبيرة اللي يقوم فيها المسيحية والتوعية في الإشياء الإسلامية اللي الكثير من الناس ما بيعرفوها والكثير من الناس بيجهلوها ومفاجآت مفاجآت مفاجآت لحد ما يعني كرهوني كرهوني بشيء اسمه إسلام وكرهوني فبوقتها أنا أصبحت قدام الواقع أنه من جهة بدي أتزوج يعني أتجوز مفروض علي أني لازم أروح أتعمد معمودية في الكنيسة والتثبيت في الكنيسة وهي من كنيسة تقليدية كاثوليك فبلشت أروح الكنيسة الكاثوليكية حتى تعلم ما فيهم يعمدوك هيك دغري على طول لازم تدخل معهم فترة دراسة تعريف على المنهج تعريف على العقيدة العقيدة المسيحية تعريف على الكتاب المقدس من هو المسيح ما معنى الفداء ما معنى الصلب ما معنى ما معنى وهذه مثل الكورس مثل الكورس وبنفس الوقت أنا أستمع إلى هذه البرامج اللي على الانترنت مثل زكريا بوترس في البالتوك والإسلاميات ومواضيع الإسلاميات فصار عندي الشك وحبيت أني أنتقل من الإسلام إلى المسيحية وهذا هذا فعلا ما حدث لأن الواحد يا أما أنه يصير ملحد لأنه صار عنده شك في الدين صار عنده شك بأله صار عنده شك بالملائكة صار عنده يا أما أنه بيظلوا متمسك أنه في شيء يعني بالدنيا هذه بتنظمها وبتمشيها ونسميها نحن القوة القوة الكونية الطبيعية ربما اسمه الإله أو الرب فهذه يعني فترة مثل ما تقول شد ومط رايح يمين شمال يعني ما بتعرف وأنت شاب يعني أنا كنت بوقتها بعدني عمري يعني بداية العشرينيات 21 22 يعني ما عندي يعني ما عندي خلفية بالحياة أكثر أو experience أو تجربة فتأثرت وتأثرت وقلت يلا مسيحي مسيحي وصرت مسيحي أي يا سيدي ما لا أنت وظلينا هيك فترة من الزمن وهذه ما بعرف إذا عندك أي سؤال واليهودية هيك أنا كنت مفكر يعني الأصل هي المسيحية وبتعرف أنه في الإسلام برضو كانوا يعلمون شو يعلمون بالإسلام أنه المسيح هو فعلا رسول وأن المسيح الله عطاه الإنجيل يعني بيعترفوا بالمسيح بيعترفوا بالإنجيل بيعترفوا بالمعجزات المنسوبة وحتى بيضيفوا من جيبهم المعجزات هرطقة زي العصافير وGod knows what else يعني فهذا اللي خلاني ما كنت عم فكر بشكل يعني هذا هو السبب السبب أنه أنا ما كنت عم فكر بعقلانية من جهة وجهل في حقيقة الأمور الدينية من جهة أخرى فعندي جهل وعندي عدم تفكر وعدم وعي وعدم تعقل وأنا متروك لحالي طل هالفترة هذه يعني ما عندي رقيب ما عندي شخص يجلس معي ويتحاور يعني شوف احنا اليوم أخجان بفضل الانترنت الناس كلها عم تسمعنا يعني أنا دخلت على اليوتيوب وحاط بالي الشباب اللي يمكن عم بيمروا بنفس الظروف اللي أنا مريت فيها بيوم من الأيام لما كنت في حالتهم فهلأ بفضل الانترنت والتكنولوجيا والبركة طبعا هاي التكنولوجيا كلها من الملاحدة كلها من الأغنوستيك ومن الأيثيست ومش من الإسلام ولا هم كانوا ضلوا على بول البعير وكل واحد المهم فهذه هي الدوافع اللي بسبب الجهل وبسبب عدم التفكير والعقلانية دفعتني إلى الدخول في معمعة لا تقل يعني نفس المشاكل اللي موجودة في الإسلام موجودة أيضا في المسيحية وموجودة أيضا في فأنا شو قلت جان خلينا أدرسها خلينا أتعرف عليها أكتر خلينا أفهمها أحسن هناك دراسة أكاديمية اللي هي بيسموها اللاهوت اللاهوت المسيحي فدرسنا اللاهوت وعلى فكرة بالناس اللي ما بيعرف في نوعين من الدراسة اللاهوتية في نوع الكنائس العربية وخصوصا في الشرق الأوسط هي ليست دراسة حقيقية وأنما هي تنمية الإيمان بيسموها تنمية الدوافع العاطفية الدوافع الروحية أنا مش هذا الطريق اللي أخذته أنا أخذت الطريق الدسيبلن الطريق الأكاديمي اللي بيدرس النشأة بيدرس التاريخ بيدرس الأنثروبولوجي بيدرس اللغة بيدرس الخلفية والبيئة الثقافية والاجتماع يعني تحليل زي ما بتقول بنفليناها على الشعر بنفليها على الشعر وأنا أكد لك أن تسعين بالمئة من اللي بيدخلوا على هذا النوع من الدراسة الأكاديمية اللاهوتية أكيد راح يطلع لازم يطلع ملحد أو يطلع شاكك في دينه أو لازم لازم لأنه بتشوف إشياء بتشوف العجب بتشوف إشياء طبعا نحن طبعا مجتمعنا متأثر بالدينات الإبراهيمية بيسموها من ناحية أركيولوجي وبحث دراسي أصبح مشكوك في أمر أنه هل فعلا كان هناك في يوم من الأيام شخص اسمه إبراهيم هل فعلا كان فيه شخص اسمه داود وحتى المسيح نفسه وهذه هي المصيبة كانت بالنسبة أن المسيح أصبحنا نشك أنه ربما لم يكن موجود يعني ربما أنه كان اختلاق يعني درسنا مخطوطات البحر الميت المكتشفة أثناء الحرب العالمية الثانية في منطقة فلسطين هذه المخطوطات اللي هي سموها مخطوطات قمران مخطوطات قمران وهي لفئة وطائفة من اليهود كانوا يسكنون حياة متقشفة يسموهم الأسنس أو الطهوريون أو الطهوريين والكثير من الطقوس وما كان الشعائر الدينية التي يمارسونها والمخطوطات التي خطوها تشبه تشبه كثيرا المسيحية رغم أنها تسبق المسيحية فكانوا يتحدثون عن الشخص الذي هو ابن الله هذا هو زعيم المجموعة الأسنس الطهوريين هذا الشخص سوف يتحمل الخطايا ويتحمل الآثام هذا الشخص سوف يغدر فيه هذا الشخص سوف يتم قتله من يد الأمميين لماذا تشوف يعني تعمل تشبه نفس التعليمات المسيحية نوعا ما يعني they look very similar طيب وماذا عن يحنى المعمدان شخصية تتجاهلها التاريخ يحنى المعمدان هو ابن خالط يسوع الناصري ويسوع الناصري تعمد على يدين ابن خالط اللي أكبر منه في السن وهذا أيضا شيء غريب لدرجة أن كاتب الإنجيل حب أنه يبين أن المسيح أعلى منزلة من يحنى وليس العكس أن يحنى هو اللي أعلى طبعا يحنى المعمدان بأنهم قطعوا رأسه وقتل واستلم الزمام وكان عنده تلاميذ وكان عنده أتباع يحنى المعمدان يقال ربما أن الصابئي الصابئ المندائية هم بقية الباقية من أتباع يحنى المعمدان أنت لو تلاحظ طقوس الصابئ نسميهم بالعراقي أهل الصبا الصبا كل طقوسهم وشعائرهم في الماء تشبه المعمودية تماما تشبه المعمودية تماما نفس الطقوس واللي نحن ندرسها عن الطهوريين اللي كانوا يسكنون في وادي البحر الميت وطقوس يحنى المعمدان المهم فأنا بدون ما أدخل في تفاصيل كثيرة وجدنا أوجه الشبه بين ديانة تعتبر ديانة معترف هي معترف فيها من مين هي أنت لما ترجع للتاريخ كانت كلها طوائف منقس أصلا المسيحية كانوا يعتبرونها مذهب من المذاهب اليهودية المنشقة مذهب من المذاهب اليهودية تقرأ سفر أعمال الرسل في العهد الجديد تجد أن الرسل مثل بطرس ويوحنى يذهبون للصلوات في الهيكل هيكل سليمان اليهودي هذا بعد المسيح طب ما أنت على أساس أنتم مختلفين تماما وتركت شريعة موسى وغيرت إشياء كثير هناك اجتماع أول اجتماعي يسموها مجمع أورشليم مجمع أورشليم هي من أولى الاجتماعات التي تجمع تلاميذ المسيح مع من هم من أتباع المسيح وأغلبيتهم يهود أغلبيتهم يهود كانوا يتباحثون ويتساءلون وهذه أيضا مدونة في سفر عمال الرسل أنه يترى ممكن أن ننشر الرسالة مع الأمميين الأمميين تعريفهم كل ما لا ينتسب إلى اليهودية هنا بذور الصهينة هنا بذور القومية الفاشية يعني عندك شخص يا أمى أنه يهودي شعب الله المختار والله هذا حكري هذا إله اليهود وليس إله الشعوب الأخرى هذا اسمه إله إسرائيل مكتوبة في كل النصوص الدينية في التوراة هذا حكر لشعب وعرق يهودي هذا اسمه إله يهوة كان اسمه إيل كان اسمه يهوة كان له كثير من الأسماء وهذه الأسماء هي نفس الأسماء المنسوبة لآلهة الفينقيين والكنعانيين وعنكم في سوريا في قادش أوقاريت يسموها بالإنجليزي يعبد الإله بعل والإله إيل والإيل كان يسكن في جبل وإيل كان متجوز من إلهة اسمها ما بعرف على وزن عشتار ومخلف صغار صغار وهذه الواحد أنا أتحدى أي شخص إذا شوية تماعا في أوجه التشابه اللي موجودة بين اللي أنتوا تسموهم الوثنيين هذولا عبدت أصنام على أساس طب ما هم بيؤمنوا بإشياء متشابهة كتير مع اللي أنت بتؤمن فيها الولادة الشو مثلا المسيح مولود من غير أب هناك أيضا أمثلة أخرى لآلهة من اليونان وبلاد الفرس وبلاد الهند مولودين أيضا من غير أب يعني هذه اللي سموها المعجزة العذري إن أمه عذراء فأتخيل وهذا أنا طرحته في موضوع في إحدى الإنتاجات في اليوتيوب لو كان المسيح على قيد الحياة اليوم ويقول لك مثل هذا الكلام أنه هو معجزة ولادة طفل بدون أب لتأخذ منها عينة من الدم وتفحص هذه العينة تحت المجهر وتفتش على الكروموسومات وتفتش على الجينات الوراثة يعني ما رح تلاقي ولا شيء من صفحة البي كل كروموسومات الذكورة مختفة مفروض أن الإنسان بيأخذ نص من الأب ونص من الأم يعني هذه بس مجرد أنك تفكر فيها شوي بتشوف مدى التفاهة ومدى الصخاف وطبعا الإسلام بيثبت هذا الشيء في القرآن بيعترف أن المسيح مولود رياض أنا أظن يعني رح يشوفه كروموسومات أنثوية وكروموسومات إلهية يعني إلهية إي بس ضبط زي ما عم بتقول زي ما عم بتفضل فهذا مرفوض حتى شكله ما ممكن أن يكون بني آدمي مثلي ومثلك يعني أنا ليش بني آدمي وذكر وهذا بني آدمي لأنه ماخذين معذرة أنا بأصد بشر إنسان مش بني أنا أنا ما بأعترف بآدم بس أنه يعني هي المكونات الجينية الوراثية الكروموسومة هي اللي بتكونني شكلي وشخصي طب هذا كيف حيكون شكله هو أصلا ما عنده أي شيء من جهة الأب يعني عنده نقص it's impossible يعني إلا إذا كانوا بدي يقول لك إن الله على كل شيء قدير يعني إذا كانت ألا صار عندك معجزتين مش معجزة واحدة إمتى رح تخلص المعجزات أي شيء بدي يقول لك معجزة طب يعني يعني على قولت الإنجليزي when do we draw the line يعني كيف نفصل بين العقلانية من جهة والمعجزة من جهة أخرى إذا الباب مفتوح على مصراعه كل شيء ممكن طيب بل أنت يا مسلم ما بتعترف بالهندوسي والهندوسي بيقول لك كريشنا إله وإله ظاهر بالجسد يعني مثل المسيح وعنده شيء معجزة بدي أقول لك على معجزة من معجزات كريشنا بيقول لك كان فيه وحش من الوحوش وكريشنا بدي يتحدى قال له يا كريشنا أنت بعدك صغير وما رح تقدر عليه وقال له لا ولو أنا كريشنا وانت ما بتعرفني أنا بورجيك رح جاب القوس والسهم القوس ونجاب ضرب القوس أطع سبع شجرات ضربة واحدة وبحيث لو بدك تقيسها بالمصدرة تطلع خط عدل لا يمين ولا شمال وهذا السهم اللي ضربوا كريشنا بعده ما كفى بعده ما خلص هذا السهم طلع على وين طلع على السماء وسلم على الملائكة فوق بالسماء السهم هذا السهم عم بحكي على السهم طلع على فوق سلم على الملائكة قالهم كيفكم شو عاملين شو أخباركم بيسلم عليكم كريشنا أي شيء احنا بالخدمة وصلونا صلونا وبعدين السهم رجع وين نزل حتى يكفي مشواره ونزل على جهنم وين جهنم أكيد حتكون تحت الأرض ليش تحت الأرض المهم أتلك 770 شيطان من الشياطين اللي تحت الأرض هذا السهم بعده ما كفى مشواره ورجع لف لف دورة كاملة ورجع لكريشنا قال لهم ها هل لا تأكدته هل لا فيني يعني المبسوطين انبسطته هاي معجزة طيب ايش معنى هذي المعجزة لا تجوز بينما بغلة عم بالطير بغلة مجنحة أعلى من الحمار وأصغر من الجاموسة ايهاي فيها الطير هذي ما no problem no problem whatsoever you see what I mean رائع رياض رياليت أنا أنا بصراحة مو من موضوع الأسئلة ممكن مبعدت لك بسيارات تحكينا عن تجربتك باليوتيوب ليش فكرت ساوية مثلا اليوتيوبات هاي كيف تجدتك الفكرة وشو شجعك عليها وتحكينا عن تجربتك عموما باليوتيوب طبع اليوتيوب كانت فكرة قلت لحالي يا رياض فيك تكون سلفش يعني أناني انت شفت اشي كتير بحياتك وتعرفت على اشي كتير في حياتك وخض التجارب وبتعرف منيح أنه الدين فيها كتير 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 اشياء سلبية وكل المشاكل اللي بنعيشها هلا أنا إنسان مخترب عايش في بلد غريب ومهما عشت في هذه البلاد وفيك تسأل جان نفس المشكلة فيك تعيش سبعين سنة بس بيضل العصفور بيحن لعشه وما رحت يعني بيقول لك المثل الإنجليزي there is no place like home يعني الوطن وإن جارت وطني وإن جارت علي فثقافتك وشعبك وناسك بس شلي طفشنا شلي خلانا نترك بلادنا شلي خلانا نجي لها البهدل اللي عمنا تبهدل أنا هذا الطأس اللي 13 تحت منيح 13 تحت الصفر نحن بالعادة 20 30 40 هاي ولا شي يعني طيب لأنه المجتمع عندنا مجتمع متدين وهذا المجتمع المتدين عم بتشوف اللي عم بيحصل اليوم مثل الدواعش وفي طالبان بأفغانستان والوهابية السلفية وفي الجزائر اللي بيقتلوا العائلات المسكينة وفي عندك في الصومال وفي عندك في نايجيريا بوكو حرام يعني هذه كلها مخلفات وإنتاجات الدين والتدين نحن ليست لدينا ثقافة بحيث أنه نستطيع أن نعبر عن آرائنا نعبر عن ثقافتنا نعبر عن إنسانيتنا محرومين منها كونك فقط أنك أنت غير مقتنع في الإسلام يريد أن يطبق عليك حد الردة يعني تخاف من أهلك تخاف من الناس المقربين إليك أنا الآن ليس الجميع يعلمون أنا علنت إلحادي على أفراد من الأسرة مثل الوالدة جهة الوالدة أكثر من جهة الوالد جهة الوالد متعصبين جهة الوالد لو عرفوا رغم أن أنا الآن يعني لكن صدق واعتقد أنه رح يكون فيه للأسف حواجز ولا أستطيع الإلتقاء فيهم وشك ويمكن يعملوا فيها غدر احتمال يغدروا فيك فتخاف أنك ترجع على وطنك تخاف أنك ترجع على بلدك أنا عن نفسي مش خايف يعني رياض لا يخاف رياض شجاع ولكن أنا مسؤول عن عائلة أنا عندي أولاد أنا عندي زوجة معتمدين علي لأن أنا أنا الذي أكتسب الرزق وأنا اللي معايشهم يعني إذا أنا صار فيه شي هم المساكين رح يتبهدلوا فأنا محافظ على حياتي من أجل غيري وليس من أجلي أنا ولا إحنا مش فارع معنا صراحة مش فارع معنا بنوب ونتحداهم مثل ما هم يتحدون فأقلت لنفسي رياض يا أم أنك تحتفظ لنفسك بما تعلمه ولا تشارك فيه أحدا وخصوصا الشباب المسكين الشباب العربي المكبوط على نفسه أو تستغل التكنولوجيا وتستغل الإنترنت وتفوت على اليوتيوب وإعمل فيديوز عجبهم عجبهم ما عجبهم هم أحرار إذا وأنا متوقع بين وبينك أخ جان في أي يوم في أي لحظة سوف يتم إغلاق القناة بسبب الصلاعمة وهجمات كل يوم تيجيني تهديدات وكل يوم تيجيني شتايم ومسبات فأنا متوقع أن هذا الشيء يحصل ربما لأن أنا أسكن في كندا هناك حريات أكثر واليوتيوب تتقيد بقوانين البلد يوتيوب في السعودية ليست مثل اليوتيوب في الصومال وليست مثل اليوتيوب في كندا أو في أستراليا أو في بريطانيا تلتزم باللواح والقوانين اللي موجودة في البلد فإن هما أغلقوا قناتي أنا أستطيع أن أرفع عليهم قضية بأي حق تغلق قناتي أين الحرية الإنسانية أين حرية الثقافة أين حرية ونحن لا نقول شيء إلا إن كان مؤيد بمصادر ومراجع يعني لا نتهم مثلا رسول الإسلام بشيء وهو اختلاق من جيبي أنا ما جايب شيء من جيبي كلها من مراجع وكلها صحيح البخاري صحيح مسلم آيات قرآنية أنا أسميها جمل هما يسموها آيات الجمل القرآنية يعني فهذا هو ما دفعني إلى الدخول على اليوتيوب المشاركة بهذا البسيط الذي نستطيع أن نتشارك فيه مع الشباب لا أكثر ولا قد أنا أشجع أصدقائنا أنه يكتبونا تعليقات وعلى كل حال يعني في أسئلة قبل الحلقة جدتك أسئلة رياض يعني بالخدمة بالخدمة يمكن السهرة بطولة معنا اليوم أهلا وسهلا على رأسي وعلى كل حال أنا راح أفتح السكايب كمان بشان الخطوط التواصل إذا حابل بحداية بمداخلة سؤال بالصوت كمان أهلا وسهلا يعني ما في أي مانع ما في أي مانع طب أخي رياضي يعني لما وصلت ملحد مثلا وربوبي يعني هل حاولت إعلان إلحادك لديميتك بشكل من الأشكال يعني غالت ذكرت لي قدام والدك ما بتقدر بس بمحيط الأصدقاء العائلة الناس اللي حواليك فضل نعم أعلنت الإلحاد في مأساة مصيبة حدثت معي هنا في كندا بنتي طفلة بيبي الولادة كانت ولادة عصرة في المستشفى وكانت تقصير كل التقصير من الدكتورة اللي مسؤولة عن الولادة وحتى ما طولها عليك البنت تعذبت صار عندها تلف في الدماغ brain injury severe severe brain injury وهذا الكلام بالضبط أصبح سنة هي توفت 8 مارس 8 مارس يعني باقي كم يوم و رح نتذكر تعود الذكريات من جديد ومسكينة هذه ضيب حياتك الله يقويك تعود بسلامتك تسلم تسلم فأصبح عندي غضب لأنه البنت تعذبت يا جان البنت ما ماتت على طول حتى الواحد يقول ما شافت شي وما تعذبت لا ضلت بأحضاني أكثر من شهر يعني 34 يوم تحديدا 34 يوم وأنا حاملها على إيدي و دسبرت مثل ما بيقولوا بالإنجليزي دسبرت أنه بدي أقدم لها حياتي وأقول لها للدكتور خذ حياتي بس خليها هي تعيش ما بدي أشوفها هيك متعزمة ما بيهون علي أن أشوفها هيك عم بتعاني كل المعاناة ما فيها تبلع ما فيها تبلع تجيها بيسموها بيصير عندها تصلب بالعضلات وهذه بتوجع كتير وهي بيبي هي بيبي مسكيني وبتصير عندها صرع بتصير عندها صرع وبتصير عندها إشي كتير وعم بيضخوا بجسمها كلها الأدوية كلها الكيميائيات هذا أنا شفت عذاب اللي احنا نسميها suffering suffering مش بس للبيبي المسكينة وأنا واقف مش قادر أعمل له شي مش قادر أساعده بسأل الدكاترة بقول لهم ما في أي حل ما في عملية ما في طب نروح على غير بلد نروح على ألمانيا نروح على بلد متقدم يقول لك ما في لأنه المشكلة بالمخ نفسه أصبح فيه تلف بسبب الولادة أصبح فيه تلف بالمخ طيب هنا مين كان بيتردد مين كان بيجي على المستشفى حتى على أساس يصلو له اللي عم بيصلو له مسيحية قلت لك أنا زوجتي مسيحية مرتي مسيحية فبيجي الأساس الأساس اللي هو المسؤول عن الكنيسة راعي الكنيسة راعي الكنيسة الأساس وبيجي معه مئة شخص رايحين وجايين وصلي 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 بيحطوها بيحطوها سبيشل إنكيوبيتر بيسموها الإنكيوبيتر ما بعرف بيحنا بنول عليه مرتبان أو شيء مهم حطينا به الإنكيوبيتر أنا بيقول قطرانيز يعني مثل وعاز بجوجي بالإنتنسف كير يونت بغرفة اللي نعاش لأنه شيز شيز سافرين ما فيها تتنفس على فكرة حاطين تيوب حاطين تيوب بيتم والأكل لازم يحطوه من منخارة الأكل بيحطوا تيوب من منخارة لينزل على معدته وشو هو الأكل يا أدوية يا حليب حليب حتى الحليب ما تهنت فيه ما تهنت فيه المهم وانت طبعا إذا انت بي وعندك أولاد وتشوف ابنك عم بيتمرمط من العذاب قدام عيونك وانت مش قادر تعمله شيء قلبك بيتقطع بتحس سكاكين كلها بصدرك يعني الوصف لا يوصف هذا الوصف فبلشت أقول لهم تعال هون شو هذا إله المحبة اللي عم تحكي عنه هو هاي المحبة قدامك يا الله فسر لها المحبة اللي عم بتشوف يبلش يقول لك أن الله عنده حكمه He does things in mysterious ways ونحن لا نعلم هذه الحكمة الفائقة ربما هناك عندهم مقولة في الإنجيل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه كل الأشياء تعمل معا للخير أين هذا الخير طيب إذا هو عنده حكمة أنه هذه البنة لازم تموت طب ما يموتها بسرعة مستني إيه خلص عليها الآن ما تخليها تتمرمط كل ساعة وكل ثانية وهي تتعذب هي تتعذب وأحنا الأبوين الأب والأم وحتى الأخوة يعني أنا عندي طفلة وعندي ولد يوسف يجو الأخوات يشوفوا أختهم البيبي المسكينة تتعذب أمامهم وهم أطفال أبرياء لا يوجد جواب بيقعد الأسيس كل شوي بيهززلي بيكتاف وهيك بيهززلي بيكتاف ما عنده جواب ما بيعرف شو بدي يقول بيقول لي خلي إيمانك قوي شو خلي إيمانك قوي هو هذا اللي قدرت عليه المهم في هذه الفترة انكشفت لي حقائق من خلال هذه التجربة يختلف لما الإنسان يقرع عنها يختلف لما الإنسان يسمع عنها من شخص آخر يختلف غير عما أنك تشوفها بأم عينيك لشخص عزيز على القلب توأم الروح ظناك مثل ما بيقولوا بالعربي ظناك تختلف المسائل تماما ويصبح دور هذا الإله فاشوشي يصبح دور هذا الإله فالصو هذا الإله كشف عن حقيقة هذا الإله لا بهش ولا بنش مسألة أنه هو موجود أو مش موجود بالنسبة لإلي مش مهم كتير صراحة إنه ليس مهم كتير ويقول لك على سر لإلك أخجان ولكل المستمعين من إخواتنا وحبايبنا إحدى الأسباب وهي إحدى الأسباب اللي جعلتني أن أعلن عن الربوبية بشيء بسيط وشيء سخيف أنه حتى لما يطلع لي مسلم أو يطلع لي واحد من المؤلهة بده يعمل لي مناظرة خليك من حك الفاضي عن إثبات إثبات وجود الرب أو إثبات وجود الله أدخلي بالمفيد أدخل في الموضوع هلأ أنت شعن بتجمل قلت عن حالي ربوبة ما هيك؟ ربوبة يعني ملاحي ضيع وقته معي ويقول لي هذه أدلة وجود الله دليل الحدوث دليل القيم الأخلاقية دليل الثوابت الكونية دليل 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 ما بدي ما بدي مشي عدي 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 فوت بالإشياء المهمة اللي أهم منها الحكي هذا الخريط كله قل لي أنت ليش مؤمن بدينك شو هو دليل الوحي عندك شو هو دليل الرسالة كيف تعرف أنه رجال كان بالكهف فوق الجبل نزل خايف زملوني زملوني غطوني شو شفت يا محاول ما بعرف شو شفت يمكن شيطان يمكن جبريل يمكن بطيخ في شي طلع لي ما بعرف قال لي اقرأ شو اقرأ تعال تعال خلينا ناخذك عن ابن عمنا ورقة ابن نوفل هذا هو الدين الذي أنت تؤمن فيه هذه هي الرسالة فأنا لما أقول عن حالي ربوبي عم بقوله لهذول المؤلهة الأهل الدين لا تضيع وقتك في حديث عن إثبات وجود الرب أو إثبات تعال فوت بالإشياء المهمة الأساسية تعال كلمني عن إثبات دينك عن إثبات كتابك عن إثبات رسولك هون بيصير حرج هون شو بدي أقول لك شو راح يثبت لي شو راح يقول لي لكن لما يروح الملحد ايه تعال يا ملحد هل أنت تنكر وجود الرب هذه هي كيف تنكرون أصبح الموضوع صخيف أصبح الموضوع تافه أصبح الموضوع ركيك الشو عاديين ثلاث ساعات على الإنترنت بدي واحد يثبت أن الله موجود والتاني بيثبت أن الله مش موجود بعتقد فيه اشياء في الحياة أهم من هيك بكتير اشياء زي أنا شفتها بالمستشفى بنت عم تتعذب وبنت عم بتموت واحنا ما وصلنا للتكنولوجيا بتعرف ليش ما وصلنا للتكنولوجيا لأنه إذا بده رجل العلم يعمل استنساخ للسيلز هذه سامسيلز سامع فيها بيطلع له الألوية الله الله ما بيصير ما بيجوز نحن نترك الخلق لله وحده هو يتحكم في البشر أنت الإجهاض مثلا وحده بدها تجهض لأنه عنده حالة صحية تعرف كم دكتور في أمريكا أن أتلوا لأنه ساعد امرأة مسكينة على الإجهاض يقول لك أنت بأي حق تجهض حياة هذه حياة هذه روح بينما لما تروح بالمراجع البيولوجي ومادة الأحياء تشوف أنه هذا البيبي اللي عمره أسبوع هو ليس بيبي هو مراحل الأولى من تكوين الجنين لا تختلف عن مراحل تكوين الجنين عند الدولفين أو عند الكلب أو عند القطة هي هي ويقعد يكلم لك بالروح أنه أصبح فيه روح هو أصلا تعريف الروح غير معروف عندك أساسا شو يعني روح المهم المهم هذا هو المختصر إحدى الدوافع وإحدى الأسباب اللي يعني تقدر تسميه تكتيك أو تقدر تسميه تخطيط للنظر بعد نظر بعد نظر أي واحد يطلع لي وأي واحد يريد أن يحاورني ما راح يضيع وقته في مساء أحنا أصلا لا نستطيع أن نثبتها كيف أستطيع أن أثبت لك أن هناك رب كيف أستطيع أن أثبت لك أن هناك إله أصبحت مساء شخصية هذه واحد منهم يقول له هذه مسألة ذوق أنت عندك ذوق فيه واحد غيرك بيقول لك أنا مش مستطعم أنه فيه الله وفيه ما عم بشوف وين الرابط وين أوكي لا برابل فهذا الحديث رح نتركه على جن ورح نركز على الأشياء المهمة ليش أنه أنت يعني مثلا نظرية التطور والارتقاء نظرية علمية لماذا كل هذه الكراهية والمعاندة والمشاكسة لنظريات علمية واقعية ملموسة حقيقية مثلا شوف شوف الصخافة هلا هو المسلم أو المسيحي أو اليهودي بده يثبت لك أن الله موجود بقول لك العلم الحديث أثبت أن الكون ترجع في الأساس إلى نقطة اللي هي السنجولاريتي وشفتوا كيف ما في شي لا يأتي شيء من العدم طيب هو لا يوجد ولا دليل واحد لحد الآن دليل مادي محسوس يثبت وما شفناها وما دائما بيحتجوا على النظرية التطور أننا ما شفناها بعيوننا لم نشاهد هو دائما يقول لك القرد يخلف إنسان يعني أنا أبوي قرد أنا أصلي من قرد أنا جاي من شامبان حتى الفهم غير صحيح طيب ما أنت بتؤمن بالانفجار العظيم وخاب صينة وبيألف لك عليها كتب أنت سامع بعمر شريف وسامع بفاضل سليمان وسامع بعدنان بطيخ إبراهيم ومعدل بلانك بلش يحكي لك بمعدل نسبة بلانك وبلش يحكي لك بالطاقة الكومومية الكوانتوم فيزيكس ترك عنا الدين وترك عنا القرآن وطيب ما طيب ما إحنا عندنا أدلة أكتر بكتير عندنا أدلة أكتر من شعر راسك وشعر راسي أنا على إثبات وجود التطور والارتقاء الدارويني إيش معنى حلال على هذا وحرام على هذا التاني عم بتشوف شون عم بتشوف هذه هي المواضيع المهمة وليش أنا مركز على التطور والارتقاء لأنه التطور والارتقاء للي يفهمها مفهوم صحيح تنسف نسفا كل الأديان باختصار يعني نعطيك الزبدة خليك عن الحكي الفلسفي خليك عن الحكي الله بيتدخل في أمور الإنسان ولا ما بيتدخل في معضلة الشر ولا مش معضلة الشر لا 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 خلينا من هالحكي هذا كله تعال على الأساس نحن جايين من شو جايين هل نحن جايين من الطبيعة عدنا سلف مشترك مع الكائنات الحية ولا نحن جايين من آدم لأن كل الأديان تثبت آدم وحواء اليهودية تثبت آدم المسيحية تثبته والإسلام يثبت الخلق في الجنة بضل يعني بصراحة رياض مسألت أنه لما بتسأل المؤمن عموما بإلا بضحك عليك يعني جدك قرب يعني بصراحة نحن بقدر أفهم أفهم هالعقلية هاي يعني على أساس إنه الإنسان ليس قردا يعني القرد هلا إذا إنت بتطلق كلمة اسم قرد بتطلقه على الشامبانزيز على الغوريلا على البابون على كل أنواع القرود هاي وبتطلق على الإنسان كمان إنسان قرد ولازال قرد ولكن نوع من أنواع القرد القرد هي فصيلة هي بتجي البابون بتجي الشامبانزيز الغوريلا خمسين ألف نوع في من 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 القرود ومنها الإنسان يعني 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 لازلنا قرودا يا قرود أنا علي أنا أعترف أنه أنا هلا إذا شلحت لك الأميس حتشوف شعر حتقول أنت عن جد أصلك قرد يعني نبيني يعني من شكلنا يعني أنا مرة لما رحت على حديقة الحيوان وأول مرة أطلع على الشامبانزي اللي قدامي بحديقة الحيوان الزو أنت من داخلك لما تحط عينك بعين هذا الشامبانزي حط عينك بعين بتحس دغري أنه في شي بيربطك بهذا الكائن الحي في شي بيربطك في شبه كبير في شبه كبير بيناتنا طريقة اللي بياكل فيها طريقة اللي بحك راسه طريقة اللي بيطلع فيها طريقة اللي بيركل بتقول هذا ها هو مثلنا ها هو مثلنا يعني بس مجرد بالنظر هلأ هلأ صار فيه عندك جينيتيكس وملكلر بيولوجي وأشياء كثيرة هما مفكرين شو مفكرين الجماعة مفكرين أن نحن لسا معتمدين على العظام المتحجرة يعني نشوف هذه مثلا واحدة من المتحجرات اللي نحن نجم هذه من العصر الكامبري هذه عمرها خمسمية وعشرين مليون سنة في ناس ما عم تستوعب هذا الرقم في ناس ما عم تستوعب هذا الرقم خمسمية وعشرين مليون سنة للأسف الشديد للأسف يعني أنه مثل ما قلت أنه قرب ما كلتنا قردة ولازمنا قردة ورح نبقى قردة يعني رح نبقى من فصيلة القردة ولكن من هالفصيل نحن إنسان فيه شامبانزيز فيه الغوريلا فيه البابون أنواع كتيرة بصراحة يعني من القردة في القردة مثل الفئران يعني وبنفس الفصيلة طب أخي اللعبة المسيحية عموما المسيحية تدعي أن الله محبة فهل هذا صحيح وهل لمست ذلك في المسيحين عندما اعتمدت المسيحية فضل لا أنا شفت المحبة في غرفة الإنعاش مثل ما خبرتك واستذوقنا هذه المحبة على أصولها يعني أنا إنسان بشر عادي لا يوجد أحد كامل الكمال ولكن لما أنا أشاء وعلى فكرة وأنا أثناء وجودي في غرفة الإنعاش أنت مفكر أن هي فقط بنتي اللي موجودة في هذه لا هناك المئات من البيبيز المئات من الأطفال المساكين الذين يعانون أشد المعاناة واحدة من النيرس تقول لي أحنا عندنا مشكلة بشكة الدبوس الإبرة لأنه شرايين الدم عند هذا البيبي الغير مكتمل لا زال يعني في الشهر السابع أو في الشهر الثامن الشرايين الدموية عنده كيف نقول بالعربي يعني sensitive دقيقة كثير طرية 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 ودقيقة بحيث شكت إبرة الدبوس فيها تسبب لنزيف داخلي والكثير من هؤلاء البيبيز يموتون بسبب الدماغ يصير عندهم نزيف في داخل الدماغ جلطة يصير عنده بيبي يصير عنده جلطة بيبي هل الله يسمح الله هذا الإله المحبة يسمح لبيبي أن يصير عنده جلطة وبعدين شوف العذاب لما يأتي وقت يعني خلاص انتهى الأمر ولا يوجد هناك أي أمل على استمرارية الحياة لهذا الطفل يبعدون عننا الأجهزة يبعدون عننا جهاز التنفس المسكين بسيط أخي يعني بالفعل بالفعل مثل ما قال أخي رياض يعني شيء شيء لو لو في 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 زر ضمير من الضمير هل إله هذا أصلا يعني أنا عندي أخوة نيم للأسف الشديد أخي كان اسمه عبد الله طبعا أبي بيحب يسمي ما حمده وعبده يعني وصار عمره عشر سنين وصل عمره عشر سنين لا يقدر أن يعمل شيء غير الجلوس هذا الإله مسكين الرائع الصاحب القدرة الكاملة ما قدر يعطي للطفل عمره عشر سنين حتى الأكل الأكل ما كان يقدر يأكل غير الحليب فقط هذا عذاب عذاب هذا عذاب ليس له وحدة عذاب للأم أكتر شيء الأم المسكينة الأم اللي حملت طب ما هو مكتوب في القرآن يصوركم في الأرحام وأخذ عليهم شهادتهم عندما كانوا في ظهر أبوهم آدم قبل الخلق أنه يشهدهم على أنه هو الوحدة الإله لكن ما الحكمة من أن الأم تحبل تسع شهور عكس محمد اللي يقال أن أمه حبلت فيه أربع سنين في بعض المراجع تسع شهور حتى في نهاية المطاف يحصل كل ذلك أين الحكمة لا يوجد فيها أي حكمة إطلاقا أنت ليش سمحت لهذا الطفل أنه يتخلق أساسا حتى يموت في بعض الأطفال يموتوا بعد عشر دقائق في بعض البيبي يموتوا بعد ربع ساعة يعني أنا شفت في المقبرة وهذه مسألة أخرى الآن في المقبرة تذهب إلى المقبرة لكي تزور الذين فارقتهم الحياة أنا أروح أزور بنتي أروح أزورها لأني أشتاق لها أنا حملتها على صدري وحملتها وهي فارقت الحياة تعرف جان يحطوهم بالثلاجة على بال ما تجهز إجراءات الدفن أريد أي واحد أب عنده أطفال تخيل أنك تمسك طفلك خارج من الثلاجة جسمه مفرزن جسمه جسمه مجمد وتحمل طفلك عديم الحركة لا عنده روح لا عنده نفس لا عنده دقات القلب لا هذا الرأس اللي كنت تبوس وتحضن فيه كان دافي وكله دفئ الآن أصبح جامد متجمد وتضعه بيديك لكي تدفن هذه الجثة تحت الأرض وتروح تزور المقبرة وطبعا أثناء زيارتك للمقبرة تلتقي بناس ثانيين وناس آخرين فقدوا أولادهم لأنها مقبرة أطفال مقبرة أطفال فتتحدث وتتكلم مع الآخرين آخرين ربما مروا في ظروف متشابهة ظروف شبيهة بظروفك وتقول لها لأن هذا البيبي مكتوب عمره شهر هذا البيبي عمره خمسة أيام هذا البيبي عمره يومين هذا البيبي عمره يعني 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 فشو صار معك شو صار معك فكل واحد يبلغ القصة اللي صارت فتشوف المآسي مأساة كاملة تشوف العذاب فكل ما يجي لك مسيحي هو نفس هذا المسيحي في هذا الظرف وفي هذه اللحظة لا يتجرأ أن يفتح فاه ويقول لك أن الإله إله محبة مستحيل it doesn't work out بعدين إله المحبة لا أعلم هو محبة من ناحية لاهوتية هذا الإله يريد أن يطبق العدالة طيب خلينا نحاول نفهم هي كلها متعلقة بماذا هي متعلقة بالخطيئة انت سامع بالخطيئة they call it the sin the problem of sin تريد تقحم مادة علمية اللي هي البيولوجي مادة الأحياء في الموضوع يكون أفضل لأن مادة الأحياء تجريبية واقعية ملموسة من أين جاءت فكرة الخطيئة أصلا هو ليش الإله محبة لأنه فداك على الصليب لأنه مات من أجلك حمل خطاياك يسموها الكفارة الكفارة حمل خطاياك على كتفيه وحملها ومن هو هذا المسيح هذا هو الله نفسه الله جاي مخصوص كرمالك الله جاي مخصوص من شان عيونك مات هذا اللي عم بترددوه وهذا اللي بتعلموه 24 ساعة ما هيك أوكي طيب خلينا نشوف بالواقع شو هي الخطاياة الأصلية اللي هي بالإنجليزي The Original Sin آه الخطاياة الأصلية وهي شوية شوية مختلفة عن الإسلام الله خلق آدم وحوى في جنة عدن ووضع في وسط الجنة شجرة اسمها شجرة معرفة الخير والشر شو يعني معرفة الخير والشر يعني قبل ما يأكل من هذه الشجرة آدم ما كان يعرف يميز بين الخير والشر خلي بالك قبل ما يأكل آدم من ثمرة وبعدين ما في شي أصلا اسمه شجرة الخير عمرك وبحياتك شفت شجرة يا جماعة شو اسمها هاي شجرة برتقال لا هاي شجرة عنب لا هاي شجرة ليمون هاي اسمها شجرة الخير والحياة عن جد عم تحكي ولا عم تمزح ايه هاي شجرة الخير يعني مبين من القصة أنه هي خرافية مبين من القصة أنه هي أسطورة اللي كتبها في سفر التكوين كتبها لكي يوصل تعريف مجازي بلغة الشعر العبرية مكتوبة بالعبري تشبه لغة الشعر احنا بنقول بالعربي الشعر والفصاحة والبلاغة يعني عندما تقرأ القصة تفهم على طول أنها ليست قصة واقعية هي ليست قصة حقيقية هي مجرد توصيل هدف هي مجرد معلومة أنه يا بني آدمي عش وفقا لما يريده الرب ولا تعيش وفقا لشهواتك ويعني يعني أنك تفهم عليها هذا هو هذا هي الحكمة من سفر التكوين قصة طيب لكن شوف التعليم أصبح مختلف إذا هي القصة أساسا خرافية إذا هي القصة أساسا أسطورة طب أصبح ما في داعي لحدا اسمه المسيح أنه يجي بعد ألفين سنة ويتجسد وينصلب يا جماعة ليش عم بينصلب ليش كل ها التعذيب عم بيفديك عم من خطاياك أي خطيئة الخطيئة الأصلية أي خطيئة أصلية اللي تعرف قصة آدم وحوة في الجنة طب ما احنا عم بنقولك أن القصة خرافية أسطورة طب شو عم تحكي ما مسدق تعال شوف بنفسك في شي اسمه شجرة بعدين في مشكلة تانية هلا أنت عم تفتح على نفسك باب طيب يعني آدم قبل ما يأكل من هالشجرة عم بنقول أنه ما بيعرف يميز بين الخير والشر طيب كيف الله بدي يحاسبه على شيء هو أساسا يعني أنت عم بتحاسب مثل البيبي البيبي ما بيعرف يميز بين الخير والشر أنا بجي حاسب طفل عمره سنتين أو طفل عمره ثلاث سنوات على شيء هو أصلا ما عنده علم ما عنده فهم بيبي طيب آدم نفس الشيء آدم على فكرة هل أنا بدي عارف إذا آدم كان موجود تعرف إحنا في بلي بطن الصرة هذه فتحة الصرة اللي عندنا بالبطن هذه بسبب المشيمة حبل المشيمة طيب آدم مخلوق من تراب وآدم ما كان عنده بي وما كان عنده أم يعني هو إذا كشفنا عن بطنه لآدم ما رح نشوف البلي بطن مثلا ولا هديك الثانية اللي اسمه حوة هديك بعد أضرب هديك من ضلع من ضلع آدم طيب هذي من شوف المشاكل اللي من جهة لاهوتية هنا يبدو الله كأنه إله غير عادل أنه يحاسب إنسان لأنه أكل من شجرة وهذا الإنسان أساسا لم يكن يعلم جاهل لأن اسم الشجرة شجرة معرفة الخير والشر الآن من منطلق علمي من منطلق واقعي نظرية التطور والارتقاء الإنسان عنده سلف مشترك مع الكائنات الحية الأخرى إذن لا يوجد هناك القصة أساسا نصفت لا يوجد آدم محوى بالمعنى اللي هو مكتوب في النصوص الدينية مثل ما هو مكتوب في القرآن حتى في الإسلام هناك وصف لآدم كان طوله ستين ذراعا كان طوله طول النخلة وكان جميلا الله عمله بإيده أنت شايف المصريين لما بيقول لك صن عدية وحيات عينية صن عدية وحيات عينية بالفعل رياضي يعني هو طوله طول النخلة وعاقل وعاقل الصخلة هذا هو رياضي خلينا ناخد شوية أسئلة يعني أنا بصراحة في كاهن المعبد ومن زمان بصراحة في التعليق هذا يقريت لما تعمل حلقة شجاع البغدادي بيسأله لما هو مذبذب شوية ربوبي شوية منحد وإذا كان ربوبيا فلما لا يعترف بالألوهية طالما اعترف بالربوبيا ولما يركز في فيديوهاته على التطور حتى أصبح الأمر مملة هذه طبعا من تعليقات كاهن هذا واحد من المعجبين هذا واحد من المعجبين منحييه على السؤال شكرا على السؤال ربوبي مش بالمعنى اللي انت فهمه لأن المؤله والمتدين يخلط بين الإله الذي يعبده ويصوم له ويطبق شعائره ويلتزم بتعاليم رسوله ونبيه وكتابه وملائكته والجن وبالقضاء والقدر خيره وشره كل هذا مع احترام التجليط يختفي تماما من عند الربوبي الربوبي لا يعترف بكل هذه الربوبي لا ديني الربوبي لا يسمح لتدخل أصلا يعني مرفوضة مرفوضة هذه الفكرة أن الله يتدخل في شؤون البشر ليش هكذا يعني كوني فكانت لا ولكن عندنا الدليل أين هو الدليل انظر إلى الطبيعة هذه الطبيعة إذا كان الله يتدخل على فكرة عدنان إبراهيم يريد أن يضع حلقات عن المغالطات اللي يريد أن يثبت أن الله يوجه التطور والارتقاء أن الله الذي دخل في الموضوع أن الله هو المحرك خلف هذه الحركة التطور عجلة التطور والارتقاء خلينا ننظر إلى الطبيعة ونتعلم من الأشياء التي موجودة في الطبيعة حتى تخبرنا الطبيعة عن ما هي هذا الإله وتخبرنا الطبيعة عن شخصية هذا الإله الذي تتعامل معه أنسى غرفة الإنعاش وأنسى الأطفال وأنسى البيبيز خلينا نرجع إلى الكائنات عالم الحيوان في عالم الحيوان كل الكائنات تعتمد على الجينات المبرمجة الجين أنا أشبهها بالسوفتوير السوفتوير اللي على الكمبيوتر هذا السوفتوير هو اللي بيمشي كل شيء وألف عليها كتاب كتاب أنصحكم بقراءته لأنها من أرواع الكتب The Selfish Gene الجين الأناني كتبها ريتشارد دوكنز رضوان الله عليه فهذه الجينات المبرمجة تسمح لكائنات أن تقوم بأعمال غريبة عجيبة في عالم الكائنات الحية مثلا دودة القز تأتي حشرة وهذه الحشرة تضع البيض في داخل جسد الدودة وهذه الدودة تصبح حاملة لهذه الطفيليات هذه الطفيليات تكبر وتنمو من داخل دودة القز وتأكل بأحشاء وتأكل بأحشاء وتلتهم داخل الدودة بحيث الدودة تموت موتا بطيئا وهناك أمثلة الكوكو طائر الكوكو الذي يذهب إلى عش الضحية ويتخلص من بيضة من هذه البيضات ويضع بيضته هو بدل البيضة وحتى عندما يفقص الكتكوت يقوم بالتخلص من الكتاكيت الأخرى المنافسة له في هذا العش هذه البرمجة من أين أتت هذه البرمجة؟ إذا أنت تدعي أن الله هو الذي يوجه التطور الله هو الذي له دخل في تكوين حتى الشريط الـ DNA أو الشريط الـ RNA أو البروتينات لماذا يفعل كل ذلك؟ لماذا هو قاعد يعني؟ ماذا يفعله؟ أين المحبة؟ أين الحكمة؟ أين الرحمة؟ هناك موضوع آخر أنا كنت أعتقد 90% طلع الرقم أكبر من ذلك بكثير 98% من الكائنات التي وجدت منذ العصر الكامبري انقرضت عن بكرة أبي غريب وأنت طبعا كلكم عارفين بالدينوصورات الدينوصورات هي حفنة من هذه الكائنات التي وجدت على سطح الكرة الأرضية وتم التخلص منها هذه واحدة من الكائنات التي انقرضت طيب ما الحكمة؟ لماذا الله يخلق كل هذه الكائنات لك يقضي عليها فيما بعد؟ لماذا خلق الدينوصورات حتى يقضي عليها؟ هو قاعد يلعب؟ ويسلع؟ قاعد يتسله؟ ضايج قاعد فوق وقاعد يفرفر بأصابيع؟ يلا خلينا نخلق دينوصور يشوف هذا الدينوصور عندها أسنان حد إذن انظر إلى الطبيعة وشوف الطبيعة هي التي تعلمك عن ما هي هذا الإله الذي تعبده وشخصية لذلك هم يرفضون التطور لذلك هم يرفضونها رفضا باتا لأنها ضد التعاليم الدينية ضد التوجيهات الدينية وضد النصوص ولذلك أنا أركز هذا من جهة ومن جهة أخرى أن أنا قرأت عدد كبير من الكتب والمراجع في مادة الأحياء في مادة التطور والارتقاء والارتقاء ناهيك عن كل الكتب التي ألفها ريتشارد دوكنز في الإيفولوشن موضوع الإيفولوشن موضوع كبير جدا فإذا أنا عندي مفهومية في هذا المجال لماذا لا أشاركها على اليوتيوب؟ ليش؟ لأنه في الأوساط العربية للأسف لا زال يطلع لك شخص ويقول لك كلام تافه أنه هو أصلا من قرد وما يعرف يميز بين القرد وبين الإنسان أنه ما يعرف شون معناه سلف لا يفهم ما معنى سلف مشترك لا يفهم طيب أنا بصراحة أنا أشجع أصدقائنا أنه يتصلوا فينا على سكايب نعم ونتواصل ونساوي حوارات يعني في شخص بعث لي أظن اسمه بس أحمد أحمد رودي بالمهم كاتب مرحبا أخي جانا أهلا وسهلا فيك أخي إذا بدك تصل فينا وشاركنا طيب في سؤال عندي تاني هون أخي رياضة شجاع القرصان الكاريبي شجاع البغدادي هل ترى أن العالم العربي قد يتطور في يوم من الأيام؟ وهذا أول تعليق فضل العالم العربي يتطور في يوم من الأيام أنا لما حصلت الثورة الثورة الشبابية اللي سموها الربيع العربي في مصر وتونس تفائلت وقلت هذه فعل خير يعني خير يعني بسبب بسبب التكنولوجيا الفيسبوك والتويتر واليوتيوب أصبح الشباب العربي أكثر ثقافة وأكثر إطلاع وأكثر يعني أنا على أيامي لم يكن هناك إنترنت أنا أول مرة دخلت على الإنترنت كان سنة تسعة وتسعين قبل ذلك نعتمد على من؟ نعتمد على المدرسين من هم المدرسين؟ طبعا المسلمين وفي منهم وهابية وفي منهم سلفية وفي منهم يزرعون بذور الحقد بين الصهاينة لأنه في طبعا طبعا إذا طلع لك مدرس فلسطيني شيء أكيد راح يزرع فيك يعني الكراهية والبغضاء لليهود والله مسخهم من قردة وخنازير والصهاينة والصهاينة شيء أكيد هذا شيء طبيعي شيء معروف تقرأ الكتب والكتب حسب السنسرشيب حسب الرقابة اللي موجودة في الدولة التي أنت تنتمي إليها صوت معا بس معك جان تفضل 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 أنا أتمنى وأنا جدا سعيد أن التنوير والعقلانية الآن تنتشر تنتشر اليوم في البلدان العربية وفي الشرق الأوسط وهذا شيء يسعدني كثيرا وإن استمر هذا المشوار ونحن معكم ونحن نساندكم ونحن نشجعكم وإن استمرت هذا العجلة التطور الاجتماعي والثقافة والاستنارة والعلمانية أتوقع خير للدول العربية شيء أكيد وخصوصا أنا أنصح الشباب امتنعوا عن دور العبادة إذا كل واحد فيكم امتنع عن كنيسة امتنع عن معبد امتنع عن مسجد صدقوني ثاني يوم راح تشوفون رجال الدين يخبطون ويضربون على راسهم ما راح نسوي وين نروح من وين ناكل من وين نشرب على طول كل واحد يجيب له عربانة كشك أو سقاير أو يبيع كشري أو يبيع لبلب لأن البضاعة راحت البضاعة را أنتوا البضاعة أنتوا السلعة اللي يتاجرون بكم يتاجرون بعقولكم وهم أكثر ناس جهلة في المواضيع العلمية التجريبية ما يفهم بالفيزياء ما يفهم بالكيمياء حتى بالرياضيات أربعة في أربعة ما يعرف هذا هو اللي تضع ثقتك فيه هذا هو الععمى الدجال أبو لحيا الذي تضع ثقتك فيه فانتبهوا واحترزوا معنا اتصال من الأخ هاني أخي هاني تفضل أنا آسف خليتك تستنى شوي دائتين أنا آسف لا يهم حضرتك يا أستاذ جان لو سمحت أنا كنت عايز أسأل الأستاذ بسام هل هو يعتقد أنه إنه لو تم في الشرق الأوصل ما تم على الكتاب المقدس في أوروبا في العصول الوسطى ممكن يؤدي إلى أن الإسلام يصبح حاجة زي المسيحية كده في أوروبا أنا أهدي مثال اللي أنا بقوله حضرتك لو حاكت تسمحلي مثلا أقوى ضربة توجهت للمسيحية في أوروبا في العصول الوسطى هي ترجمة الكتاب المقدس من اللغة اللاتينية إلى اللغات المحلية الفرنسية والألمانية وما إلى ذلك وده أدى وده طبعا الكنيسة قامت بحرق اللي عملوا كده في الأول ولكن ده أدى إلى سقوط المسيحية في النهاية هل ترجمة القرآن من اللغة العربية القديمة ما فيش حد بيفهمها للغة العربية محلية على سبيل المثال اللهجة السورية واللهجة المصرية واللهجة المغربية وهكذا ممكن يعمل نفس الحاجة أنا أحب بس أدي مثال على سبيل المثال مثلا في القرآن لما يقول مثلا وأنه هو رب الشعر دي حاجة غير مرفومة بالنسبة لناس كتير لكن لو ترجمت باللغة العربية معناها أنه هو رب كوكى فينس فلو إحنا قمنا بالمجهود ده مثلا على القرآن هل الضيف يعتقد أنه ممكن أن الإسلام يقع زي مواقعة المسيحية نوعا ما في أوروبا؟ أم لا؟ أنا بشكر حضرتك جدا يا بروفيسور جان وبشكر الضيف أيضا شكرا لك أخيان يعني أنا لست بروفيسورا ولست أنا شهادتي اللي معي شهادة ابتدائي يعني أعكس أنت دكتور ومتواضع يا إخ جان أنت متواضع وبسيط فعرفك مليح بصراحة يعني أنا لست لا دكتور ولا بروفيسور أنا كل ما عمل أكتب قصايا شعر والشهادة اللي أحملها فقط هي الابتدائي أحييك أحييك على هذه الموهبة وبالفرنسي بون كوراج إلى الأمام سر إلى الأمام تسلم تسلم تفضل أخي رياض بشان السورة أنا أشكر أشكر هو اسمه الأخ هاني أشكره على هذه المداخلة لأنه ذكرني في نقطة أنا أصلا كنت حابب أني أفتحها لكن كنت ناسي وفعلا هذا تماما ما حدث في أوروبا كانت اللغة اللاتينية هي اللغة المهيمنة على وليست فقط الكتاب المقدس وإنما أيضا في العلوم وهذا هو احتكار الكنسي احتكار كنيسة الفاتيكان على أوروبا لكن ابتدأ مارتن لوثر في القرن السادس عشر ومنتصف القرن السادس عشر ابتدأ الشروع في القراءة هنا تكمن الأهمية الترجمة إلى اللغات الدارجة أعتقد أنها فكرة جيدة أنا لا أشجع على كتاب القرآن ولا أشجع على استنساخ لأنها الأفضل أنك تمسك لك كتاب جغرافية أو كتاب فيزياء لكن بغض النظر الترجمة تساعد الإنسان على أن يفهم المحتوى المحتوى الموجود في الكتاب من الدفة إلى الدفة إن فهم المحتوى جيدا يستطيع أن تنكشف له فيما بعد حقائق ربما كان هو غافلا عنها في ناس لا تستطعم اللغة الفصحة اللغة العربية وخصوصا لغة القرآن الكثير من الناس يستصعبونها ولا يفهمون معانيها ويفطر إلى لذلك وجدت كتب التفسير مثلا كتب تفسير القرآن أنا أحيانا أقرأ القرآن بالإنجليزي بس حتى أفتهم العربي تخيل يعني أقرأ القرآن بالإنجليزي حتى أفتهم المعنى اللي هو بالعربي لأن الكلمة العربية اللغة العربية لغة غنية وهناك معاني كثيرة للكلمة الواحدة ماذا حدث في أوروبا بعد ما أصبحت الكتاب طبعا كانوا يتهمون بالهرطقة هؤلاء الذين يحاولون أو مجرد أنهم يفكرون بترجمة الكتاب من اللغة اللاتينية إلى اللغة في واحد بإنجلترا تم صلبه وحرقه بالنار لأنه فكر أن يترجم الكتاب من اللاتيني إلى الإنجليزي تخيل يعني لهذه الدرجة ولكن بعد يسموها عصر النهضة الرنيسانس وظهور الحركات الإصلاحية مثل حركة مارتن لوثر تم كشف النقاب عن الخفايا والأسرار اللي موجودة في الكتاب المقدس وعندما شرع الناس في دراسة هذه النصوص دراسة أكاديمية يطبقون عليها الدسبلين المبادئ التي تعلمونها في مادة التاريخ التاريخ أيضا تعتبر مادة دراسية موضوع تاريخ موضوع الانثروبولوجي السوسيولوجي الاجتماعيات لما طبقوها على الكتاب المقدس بلشت مثل ما يقول المثل الإنجليزي you opened a can of worms يعني عندك علبة مغلقة ولا تعلم ما هو مختبئ داخل هذه العلبة حتى فتحت الغطاء وأصبح الدود والحشرات والقرافة كلها تخرج إلى الخارج وهذا تماما ما حدث مع الكتاب المقدس فأيضا أصبح هناك اطلاع على تعرفون حملة نابليون على مصر وبعد اكتشاف الصخرة هذه المشهورة اللي هي روز اللي هي ساعدتهم على روزتا روزتا ستون روزتا هذه كان مكتوب فيها ثلاث لغات اللغة اليونانية اللغة الفرعونية اللي هي الهيروغليفي ولغة أخرى محلية ساعدتهم على ترجمة اللغة المصرية القديمة هنا فتحت الأبواب وأصبح علماء الآثار والاركيولوجي حتى اليوم أصبحوا متخصصين في علم الآثار المصرية يسموها ايجيبتولوجي دراسة الآن تدرس ايجيبتولوجي وفي نفس الترجمة أيضا وجدت بين اللغة الفارسية واللغة المكتوبة بالخط المسماري أصبحوا يعرفون كيف يترجمون الخط المسماري كشفت هناك ألواح قلقاميش المعروفة ألواح قلقاميش وهناك قصة جدا هذه الألواح تعود إلى العصر الآشوري في بلاد ما بين النهرين وهي تسبق المسيح ببضعة آلاف السنين قبل المسيح يتحدثون عن قصة أبناشيت الذي بنى سفينة ووضع فيها حيوانات لأنه سوف يكون هناك فيضان وهذه القصة هي نفس القصة هي أسطورة وهي أسطورة من هذه الحضارات القديمة وموجودة في دخلت في المسيحية دخلت في اليهودية دخلت في الإسلام عندما أصبحوا يرون كل هذا التشابه بين حضارات المجتمعات التي سكنت حوض البحر المتوسط وبين اليهودية والمسيح فهذه فتحت عينهم طبعا شيء أكيد وهناك أيضا دراسة تحليلية موضوعية للنصوص الدينية نفسها يعني هل المعجزات حقيقية هل فعلا هناك شخصية تاريخية اسمها المسيح ماذا كان الغرض من كاتب الإنجيل هناك هل كتبت الإنجيل نقلوا من بعضهم البعض هل كتبت الإنجيل استنبطوا من التراث اللي موجود عند الجيران من الأغريق والفرس والهنود والمصريين هل استنبطوا منها أشياء هل فهذا فتح باب كبير جدا جدا الآن أصبح يعرف بدراسة النقد العالي دراسة النقد العالي ومثل ما تكلمنا في بداية الحلقة لو الإسلام يسمح فقط لتطبيق نفس هذا المنهج على القرآن سوف تتغير أشياء كثيرة جدا لكن للأسف القرآن متزمت والقرآن لا زال يعيش في التخلف والجاهلية لماذا الأوروبيين متقدمين علينا متقدمين علينا الأوروبيين بخمسمائة سنة بخمسمائة سنة لأنهم سمحوا لم يسمحوا غصبا عليهم هي ثورة علمية هي ثورة ثقافية فياريت لو نحن أيضا ولذلك هذه جواب على السؤال لماذا أنت على اليوتيوب لماذا الأخ جان أيضا يقوم بهذا البرنامج العظيم الجهر على الفيسبوك لماذا؟ لأننا نريد أن نوصل هذه الحقائق إلى المجتمع العربي في مجتمعنا نحن ننتمي إلى هذا المجتمع طيب يقول لك واحد ثاني ليش أنتم مركزين على الإسلام ما إحنا جايين من خلفيات إسلامية يعني بدك ياني أركز على الطاوية في الصين أو بدك أركز على الهندوسية طبعا رح نتكلم على الإسلام هذا اختصاصنا بالضبط بالضبط آخر يارد طيب في عندي هون جتنا تعليقات كثيرة بصراحة في الأخ رياض بيقول الحياة مجود عبث وأنني متعاطف مع حالة إدناتك ولكن العبثية تفسر لك كل شيء مع تمنياتي لها بالشفاء تحية للأخ جون في الأخ سوبر جلوب أقول لا توجد لذي أسئلة لكن تحية كبيرة لكم ولكل المجاهرين في كل مكان طبعا تحية لك أخي سوبر جلوبا في الأخت أمينة تقول تحية ورد للبغدادي ولك سيد جانبرو شكرا لك أختي وبصراحة فيه شجاع أنا أعرف أنك ربوبي كيف توصلت لتلك النتيجة طبعا من الأخ رياضة جاوب على السؤال هذا لأقول لك الصراحة أنا مش ربوبي مية بالمية لأقول لك شيء أنا دائما بقول ربوبي ربما من ناحية فلسفية دير بالك ركز على هاي الكلمتين ربوبي من ناحية فلسفية فقط وهناك فرق بين العقيدة والإيمان الإيمان أعمى الإيمان ما بيشوف شو في قدامه وشو في وراه بقول لك هيك يا أخي هيك أنا بؤمن أنه هناك إله ليش أنه في إله هل هناك دليل هل هناك برهان هل هناك حياة بعد الموت ما بيعرفي ما فيه يثبت لك شيء بس هو مؤمن مستعد يفجر نفسه مستعد يضحب حياته من أجل هذا الإيمان أنا مش مستعد أني أضحب حياتي من أجل الرب أنا هذا مجرد اعتقاد فلسفي وإن ظهرت في يوم من الأيام أي دلائل علمية تثبت عكس ظهرت في يوم من الأيام اكتشاف علمي ساطع قاطع لا وجود بتاتا لشيء اسمه إله مثل ما نظرية التطور والارتقاء محت شيء اسمه آدم وحوى والخلق في الجنة والخلق الخاص اللي يسموه special creation محتها تماماً نفس الشيء أنا على طول وبدون تفكير وبدون على طول راح أتراجع وأقول أنا ملحد وتز بالربوبية على طول فأنا عقلاني يعني ربوبي ربما عقلياً ولكن في قلبي أنا ملحد حالنا حال الملاحدة لا يوجد اختلاف أبداً معنا اتصال من الأخ أحمد أهلا وسهلا فيك أخي أحمد مرحب بكم شلونك أخي جان أهلا وسهلا تفضل أخي أحييك وأحيي ضيفك أمير أهلا وسهلا أمير البحث رياض تفضل صحيح أنا أنا من متابعي أمير البحث وأشجع على شجعته وعلى أفكاره الرائعة وأتمنى يعني يواصل لأن احنا صراحة أنا من العراق أنا كردي عراقي وأحنا وأتوقع أنه شعبنا شعب العراقي صراحة بحاجة إلى فكرة يعني نهضة فكرية محتاجين أفكار مثل أفكار أمير شجاع وأني عندي اقتراح بسيط وحبيت أشارككم لأنني صراحة ما ما أعرف وين وصلت الحاجة يعني بينكم فضل أخي فضل بس قمنا يعني يكون البرامج يعني يزداد أكثر ويعني إحنا كملحدين أولادينين يعني نبادل نبادل الشيوخ وهذا من صفحات يعني صفحات أكثر ونشارك في الحوار مع المسلمين والمؤمنين بشكل يعني مكثف خلي نقول لأن صراحة يكون ناس ما تعرف شي عن الإلحاد وما أخذ النظرات سيئة عن الملحدين يعني هذا اقتراحي وأتمنى لكم كل التوفيق شكرا أخي أحمد شكرا على اتصالات شكرا شكرا رياض بصراحة يعني المسألة هاي إنه إنه الشباب يحكوا بصراحة أنا بتمنى كل الشباب طلعوا هلا وقتنا يعني هلا وقتنا وصار بيدنا الوسيلة هي الإنترنت صار نقدر يعني رياض شو رأيك بالموضوع هاي فضل أبسلوتلي معك مية في المية أنا مش عارف انتو خايفين من شو بالزبط يعني انتو شفت الحكومات الدكتاتورية الفاشية اللي كانت تحكمنا بالحديد والنار ما ادرت عليكم لما انتو كلكم وقفتوا إيد واحدة وصف واحد طلعتوا في الشوارع ما ادروا يمنعوكو وغيرتوا وقلبتوا نظم حكم كاملة قلبتوا الحكم في دول يعني مين كان يتصور إنه القدافي يحصل معه هيك ولك مرمطوا بالشوارع مين اللي مرمطوا بالشوارع وصحلوه شباب شباب عربي شباب شجاع هؤلاء هم الشجعان مش أمير ولا هؤلاء هم الشجعان فإذا انتهى الآن شوف الكتب احنا كنا نتعذب لنروح نشتري كتاب يعني على أيامي إذا بدي كتاب أول شي قلتلك في رقابة اللي هي السنسرشيب في الدولة اللي انت بتنتمي إليها والله يعني كيف هذا من التعبيرات الدارجة يعني الطبيعة والعقل تكون بعون هؤلاء الذين يسكنون في بلدان سلفية بلدان وهابية يكون بعونهم يعني أنا واحد أنا زرت السعودية مرتين على فكرة أخجان زرت السعودية مرتين وشفتها بعيني دخلت إلى مكتبة هم يعرفوها هذه المكتبة اسمها مكتبة جرير جرير دخلت مكتبة جرير ومكتبة أخرى اسمها عبيكان مكتبة عبيكان وربما هناك مكتبة أخرى اسمها الخنفري لكن ما أعرف عنها المهم فدخلت مكتبة عبيكان وسألت على كتاب شوف هذا الكتاب إسلامي رغم أنه هو كتاب إسلامي يعني ليس كتاب علوم ولا كتاب عن نهج البلاغة كلكم تعرفون نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب كنت أحب اللغة الفصحة البلاغة فتطلع في المسؤول قال لي ولماذا تريدوا كتاب نهج البلاغة؟ هو من أهل السنة والجماعة يعني هو وهابي قلت له لا ولا شي سلامتك يعني تعرف بس حبيت أقرأها يعني لا شيء مخصص وينظر إلي نظرات يعني شك يشك إن أنا لهشتي عراقية والعراقيين معروفين أغلبيتهم شيعة جعفرية قال لي تروح آخر المكتبة في آخر رف في آخر زاوية وأنت وحظك يمكن الكتاب موجود يمكن الكتاب مش موجود المهم يعني شوف فما بالك إذا أنت طلبت هل يسمح بنشر كتب ريتشارد دوكنز مثلا؟ هل يسمح بنشر كتب سام هاريس؟ هل يسمح بنشر كتب الفقيد الراحل كريستوفر هيتشنز؟ لا يسمح بك خلي اسمحوا له كتب القصيمي على كل حال أخيريات في عندنا اتصال من جون لوب أهلا وسهلا فيكم أنا فيك حبيبي إنجان وتحياتي إليك أبو يوسف الورد أنا كردي عراقي بس حبيت أسلم وأشهد على أيديكم وأقولكم أن المجتمع يتغير بالفكر ليس بالعواطف المشكلة في كل دول الإسلامية كلهم يفكرون فقط بالعواطف ما في شخص الشخص اللي يفكر بالعقد رأساً هو شخص شاس يعني بيحطوا بين قوسين إنه هذا الشخص ملحد المشكلة يعني هم نفسهم بيكفرون نفسهم ونفسهم بيقتلون أي شيء بيخالف أفكارهم يعني بس حديت أسلم وأقولكم إنه هذا العصر عصر الملحدين عصر العقلانيين ذهب عقلي الزمن الجهل وأتمنى لكم موفاقية شكراً أخي جانو شكراً 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 كتير إليك وصرت جافاً كما أقوله يعني كتير ممنون لاتصالك سبحانه وسلم أقول فكراً مشكور أخي رياض يعني بس أظن في عنا هلا في سؤال من قرصان الكاريبي يعم بيقول ما سبب اتجاه الأوروبيين والأمريكان لديانات وفلسفات شرق آسيا في الآوينة الأخيرة سؤال لجان وأمير فضل أمير رياض أخي أتجاوب أنا بعضين بجاوب الأخ الكاريبي ياريت لو تجاوب أنت بالأول خي جان أنا مش كتير يعني مطلع على هذه الخصوصية بالذات تمام يعني يعني بيقولوا أنه بس أرجع أتأكد على السؤال تمام أن الأوروبيين والأمريكان توجهوا لديانات وفلسفات شرق آسيا في الآوينة الأخيرة يعني بصراحة الكلام إذا فيه صحة صحة نسبيه كتير بسيطة يعني أنا عايش بأوروبا صار لعشرين سنة فيه طبعا فيه ناس من الحرية الموجودة هون من الحرية الموجودة بأوروبا العلمانية الموجودة طبعا فيه ناس كتير مهاجرين من شرق آسيا ومن آسيا بيجوا لهم ويعبارضوا أفكارهم وفيه نسبة قليلة كتير كتير من الأوروبيين بصيروا هندوسوا بصيروا يعني بتبنوا هالفلسفاتها وأنا مقابل من ناس من هال ولكن نسبة قليلة جدا ولكن إذا بدك تجي على الواقع اللي نشوفه حاليا الإلحاد هو المنتشر وينتشر بسرعة جنونية ليس فقط عند العرب وهذا أكبر خطأ يعني مو أنه عند البلاد الإسلامية لأنه اكتشفوا فجأة تندينهم أنه لا شيء بأوروبا وبأمريكا الإلحاد ينتشر بشكل جنوني وفي كل عالم بصراحة يعني مو بس بأوروبا وأمريكا بكل أنحاء العالم حتى بأفريقيا بأمريكا الجنوبية بالهند بالصين بكل بلدان آسيا هاي اللي انت عم تحكي عننا الإلحاد ينتشر بشكل جنوني وشفنا بنجلاديش قتلوا حتى مدونين ملحدين بالشوارع يعني للأسف فضل أخي بيار الحق معك جان يعني أنا فينا أحكي لك عن تجربة شخصية في مجال العمل لت بتعرف أنه في بلاد الغرب إشياء المواضيع الدينية صعب أنك تحكي عنها في الشركات أو في مجالات العمل لأن هما بيفصلوا بين الواعز الديني الشخصي للإنسان البروفيشنال وبين المجال العمل الذي يقوم به لكن لحسن حظي أن أغلبية زملائي في المجال في الشركة التي أنا أعمل فيها ملاحدة ملاحدة ومن أعمار مختلفة وهذولا إحنا في كندا أنا لست في دولة عربية أو في دولة إسلامية أو لا 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 إحنا أتكلم عنك في كندا فشي جميل أنه من أعمار متفاوتة في منهم الشباب بالعشرينيات وفي منهم في الثلاثينيات وفي منهم بالأربعينيات فهو مثل ما تفضل جان وأنا أؤيده على كلامه مئة في المئة هي فعلا منتشرة في أنا أتحدث عن أمريكا الشمالية وفي أمريكا الشمالية الندوات الثقافية ريتشارد دوكنز دائما يأتي لزيارة أمريكا اليونيت هو بركز أكثر على اليونيتد ستيتس لأنه من زمان من قبل يعني من 75-80 سنة وهذا المجتمع مجتمع متدين بنسبة 45% 40 إلى 45% وهم يحاربون للنظام السياسي غريب عجيب النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة يحاربون مادة الأحياء نظرية التطول والارتقاء من تعليمها في المدارس فلذلك ريتشارد دوكنز والعقلانيين والمتنورين يحاولون أن ينشر الوعي والثقافة أكثر في هذا المجتمع الأمريكي البسيط المجتمع الأمريكي خصوصا في المناطق الجنوبية ليس في المناطق الشمالية المناطق الجنوبية يسموها بالإنجليزي The Bible Belt يعني أكثر الكنائس البروتستانت وأعتقد المشكلة تكمن في المذاهب البروتستانت أكثر بكثير من بقية الكنائس التقليدية ما معنى الكنائس التقليدية؟ هي الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية سنة سبعة وتسعين كتب البابا جون بول دوزيام رسالة إلى المجمع العلوم الفاتيكاني يقول لهم يا جماعة بالمشبرح أحنا أصبحنا أمام أمر واقع ولا نستطيع أن ننكر حقيقة التطور والارتقاء علينا أن نجد الآن حل لكي ندمج بين التعليم الديني من جهة وتعليم المادة الأحياء والتطور من جهة أخرى والآن هم أيضا يسبقونكم يا عرب ويسبقونكم يا مسلمين في هذا المجال أيضا لماذا لا تقول؟ ربما عدنان إبراهيم رغم الاختلاف اللي موجود رغم الاختلافات بيننا وبين لكن صراحة نحييه على هذه الثلاثين حلقة اللي وضعها ثلاثين حلقة لكي يؤيد التطور والارتقاء يعترف بأنها حقيقة يعترف بأنها واقع ملموس هذا أنا أعتبر باب وانفتح باب وانفتح ونأمل أن يكون هناك مفكرين مسلمين أكثر من هذا النمط مسلمين أكثر وليس من هؤلاء الرجعيين المتخلفين السلفية الوهابية هذا كل ما أستطيع قولك أكيد أخي رياض أنا متأكد حتى البهاليل هذول بسموه حالاً علماء صرفين قريضون عن قريب يعني أهمل أسعى شيخ عطمان إبراهيم يعني أنا بقى أشوفه غير محتال يعني للأسف ولكن مع ذلك يعني طرحوا هالأفكار هالمصطلحات خلينا نقوله بس يتعامل بالمصطلحات يعني خلي الأتباعوا يفكروا وبالنهاية مصيرهم للإلحاد يعني أنا متأكد طيب أخي رياض كيف بتقيم حملة إجار ممتازة وأحييك صراحة أنت هو البطل وأنت هو الشجاع الذي جت لك هذه الفكرة الجميلة واستمر وأنا معك مؤيد لك مئة في المئة يداً على يد وأقيمها بأنها تقوم تماماً بكل الأهداف التي تحدثنا عنها للتو التنوير يعني ثقف الشباب ثقف الأجيال العربية افتحوا عيونكم أنت تستضيف حضرتك نحن من خلفيات مختلفة من شتى الدول ومن شتى حتى الناس تسمع وتشوف أن أنت لست وحدك في هذا المجال إن كان في قلبك سؤال أنا تحدث الآن إلى الشاب العربي أو الشابة نحن دائماً ننسى الشابات ليس فقط الشباب والشابات إن كان في قلبكم سؤال أن هل أنا وحدي في هذا ربما تكون في قرية ربما تكون موجود في ضيعة ولكن إن عندك وسيلة اتصال ادخل على النت ادخل على وسائل التواصل الاجتماعي والإنستغرام حتشوف شباب حلوين جميلين مثل أمثال جان أمثال أخونا إسماعيل في برنامج البط الأسوة تحية لصديقنا إسماعيل وأمثال أحمد حرقان وكل هؤلاء الشباب الذين نشكرهم كل الشكر على هذا المجهود وأكد لك يا مستمع أحنا ترى أكد لك ما داخل شيء بجيبنا أبداً ما مستفادين أبداً لا تعتقد أن هناك تموين مادي أو تموين شوفنا أنا قاعد في البيت حتى استوديو ما عندي استوديو نحن فقط نقوم هذا العمل بشكل إنساني نحن نؤمن بالقيم الإنسانية ونريد نشر التوعية والثقافة لكي نتغلب على الجهل للأسف مجتمعاتنا لا زالت بعيدة كل البعد عن الركب الحضاري أنا لما أشوف تقدم عمراني أو تقدم ثقافي في بلد غربي أقول بنفسي بالعراقي إذن يعني حرام ليش إحنا ليش إحنا لا إيش معنى هنا إيه وهناك لا هم أحسن من عندنا بشنو هم أفضل من عندنا بشنو إحنا عندنا عقول إحنا عندنا تاريخ بلادنا هي بلاد مهد الحضارات نحن الذين مثلاً السكان بلاد الشام من أصول فينيقية ومن أصول كنعانية هؤلاء هم الذين وضعوا الأبجدية في الكتابة التي من بعد ذلك أخذها عنهم الرجل الأبيض من اليونان الإغريق تعلموها من الفينيقيين الخط المسماري من أقدم الخط البشري الموجود في العصر ما بعد عصر الكهف الإنسان القديم والإضافة إلى حضارة وادي النيل والفراعنة في مصر فهذا ما نريده نريده أن نسترجع أمجادنا أمجاد وفقاً للتطور المعاصر فأنا أحييك أخ جان على هذا البرنامج لأنك أنت تصب في هذا المجال وتشارك في هذا المجال وشكراً لك شكراً وتحية لك العفو أخير ياهد كلنا مثل ما أقول وجعنا واحد وحزننا واحد ومصيرنا واحد وشايفين بلادنا شو عم بيصير للأسف الشديد وكله يعني السبب الوحيد وأكاد أجزم هو السبب الوحيد هالثقافة الدينية اللي متوارسينا يعني هلأ بسوريا علوية وسنة والعراق شيعة وسنة وكله عم خبط كله بسبب أشياء تافهة أشياء خرافية بسبب وهم عم نقتل بعضنا ونحنا كنا ممكن نكون أفضل بكتير من أوروبا بكتير أفضل من أوروبا عمنا كل شيء عمنا كل شيء ويكون ينقصنا العقل للأسف الشديد ينقصنا العقل يعني أنا يعني عتصلوا حزنا على وطني على يعني بصراحة I'm speechless يعني ما بقدر ما بقدر أعبر عن عن مشاعري تجي لهيك موضوع مشان هيك أنا شو داخلني متل ما قال آخر يعني أنا أدير اللابتوب شواء يشوفوا كرسي الحمام حيطوا تحت اللابتوب مشان قادر أحكي يعني يصل بمستوى قامتي يعني أفرجيك غرفة نومي يعني للأسف الشديد يعني هذا لا عمنا تمويل ولا عمنا استفادة بس من حرقة قلبنا عم نحكي طيب أخي رياض نحن ما بنا نطول الحلقة كتير يعني مشان ما يملوا الناس مننا كمان يعني سؤالين بعرف أنا كتير أسئلة ما سألتك إياهم لسه لذلك رح نعمل حلقات تانية يعني شي أكيد أنا متأكد يعني وأنا أرغب في ذلك وأطمع أنه تعطينا من وقتك حلقات تانية يعني بخدمتكم تسلم تسلم طيب أخي رياض الحراك الإلحادي خلينا وليلي شايفه أنا وإنتي عم نشتغل فيه بالفيسبوك باليوتيوب الشباب اللي حوالينا أخوتنا كلهم معروفين طبعا برأيك لوين رايح شو مستقبله يعني المستقبل خلينا نقول من هون لعشر خمسة عشر عشر سنة كيف بتشوف الوضع فبلا أنا متفائل كتير بالمستقبل ومتفائل أنه رح يكون الشاب العربي بعد عشرين سنة من هلأ مهتم أكثر بالعلوم والاكتشافات العلمية اللي تبني التكنولوجيا الشباب العربي بيحب التكنولوجيا كتير يعني حتى الطفل اللي عمره عشر سنين شاهل لك سيلفون سامسونج أو شاهل لك آيفون هذه كلها تكنولوجيا وعنده اهتمام كبير بالانترنت بيعرفوا كل شي عن الانترنت أنا اللي على أساس متخصص في الشبكات أحيانا بسأل طفل عمره مصطعش سنة حتى يشرح لي شي فعندنا العقول مثل ما اتفضلت وعندنا القابليات فهذا الشاب العربي مستقبلا إن استمر في التمسك بالأشياء المهمة العلمية الاكتشافات والثقافة والتنوير إن يريد أن يمارس دين من الديانات أرجى أن تكون يعني بشكل يفصل بين معتقداته الخاصة ومعتقداته ال personal يفصلها عن مجال عمله ويفصلها تماما عن مجال تخصص هذا إن كان هذا الإنسان مصر على الدين لكن إذا هو كان فعلا عنده قوة بصيرة بصيرة عقلية وبصيرة نظرية ونظر إلى الطبيعة ودع الطبيعة هي التي تعلمك وتقول لك لا تعتمد على فلسفة باطلة أكلها الدود وأكلها الجراد وإنما ركز على ما تعلمناه الإنسانية ما توصلت إليه الإنسانية اليوم وانظر إلى المستقبل فأنا أتوقع بشارة خير وإن استمرنا بهذا المشوار أتوقع أننا سوف نكون متفوقين إن لم يتدخلوا في شؤوننا سياسيا من أطراف طامعة أو من جهات أخرى طامعة في خيراتنا وفي شبابنا أرجو أن يتركونا في حالنا بس هذا كل ما أرجوه أظن يعني أظن ما أحد رح يتركنا حالنا إلا إذا نحن قدرنا نخلي إيون يتركونا يعني مظبوط مظبوط نحن المطمع من ناس في حالنا في عنا مثل بيقول المال الداشر بيعلم على السرقة صحيح صحيح للأسف يعني طيب أخي رياضة شو بتقول للملحدين القادرين على الإجهار ومترددين يعني هم قادرين ولن يصيبهم شيء بأي مكروه يعني ليس مثلا فيه كتير ناس ما بقدروا يعبروا عن الحاد وكونوا مضغوطين بيكونوا عن داعش عن أهليهم كتير قاسيين وممكن يتعرضوا حتى القتل ونحن بنتفهم الوضع هذا مية بالمية وما من ريدهم أصلا يخاطروا بحياتهم ولكن الناس اللي قادرة وبدون أي أزية شو بتقولهم وهن ما بدون يعني لا مبالا فضل وأيدك مئة في المئة أخجان أنه ما تعرض حياتك للخطر لأنه ما ما بينفع حدا غير نفسك وبس بالنسبة للشباب اللي عنده القابلية والشباب اللي عنده القدرة والشباب اللي عنده الحرية مضبوط أنا وأيد وعلى فكرة المجاهرة بالإلحاد ليست بالضرورة أنك تظهر على برنامج أو على فيسبوك أو على يوتيوب أنت تستطيع أن تجاهر في كل مجرى مشوار في حياتك سواء كانت في بيتك مع أهلك مع أصدقائك مع جيرانك وحتى إن سمحت لك الظروف في مكان عملك أيضا هذه أيضا مجاهرة مجاهرة عندما تشوف إنسان يغرق في الجهل وتتحدث معه دردشة بسيطة تفتح العيونه تخليه يفكر بشكل كريتيكل هذا هو معرف كيف يترجموه بالعربي كريتيكل تينكينج يفكر بشكل ناقضي عقل ناقض عقل ناقد بالضبط هذا العقل الناقد هو الإنسان شو عنده غير عقل يا أخي هو هذا الشيء الوحيد اللي يميز الإنسان عن بقية الكائنات الحية لكن إنه الإنسان في نهاية المطاف وفي القرن الواحد وعشرين عايش حال حال تكرمون يكرم السامع الحيوان بس مجرد أنه يأكل ويشرب وينام إذن ما استفدنا ولا شيء ظلينا متخلفين ونايمة على رأسنا طابوغا فلهذا السبب اجهر بالإلحاد إن كانت وتوفرت لك الظروف وإلى الأمام لأنك لست وحدك يا أخي مدى تشوف جان وتشوفني لإلي وتشوف مئات مئات من الشباب العربي الذين يحاولون جهد وأنا أحترم الشباب الذين يجاهرون في الإلحاد في بلادهم العربية نفسها في بلاد مصر وفي بلاد المغرب وفي شمال أفريقيا يعني هؤلاء أيضا يعرضون حياتهم لكن رغم ذلك هو مؤمن بقضية وهو يريد أن يهيئ المجال للأجيال القادمة يعني أضرب لك مثل إحنا ليش مهتمين بالبيئة ليش مهتمين بمنظمات الـ Greenpeace وهذه وأنا ربما سوف أموت بعد خمس دقائق ربما سوف أموت بعد خمس ولكن أنا قاعد أفكر بأطفالي أنا قاعد أفكر بأحفادي أريد لهم الخير أريد أن أقدم لهم مشروع إنساني وهذا تماما ما يحدث من خلال مثل هذه البرامج نشجعها ونقول لك اجهر 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 ولا تنظر إلى الخل شكرا يا خير يا عضو أنا ضم صوتي لصوتك وأقول للشباب اجهروا يا شباب اجهروا ولا خوف بعد اليوم يعني نحن تعسنا الخوف تحت أقدامنا ولا تخلوا أطفالنا وأحفادنا يورث ونفس الورثة اللي ورثناها نحن للأسف من أجدادنا يعني ورثة تقيلة كتير تقيلة علينا ونحن بنستحق حياة أكرم بكتير من الحياة اللي شايفينا نحن بالشرف لأوسط التعيس للأسف الشديد نحن بنستحق حياة نحن بشر نحن بإنا حقوق إنسان نحن بنستحق أكتر بكتير من اللي عطتنا يا الديانات اللي للأسف الشديد حقرت الإنسان وسويته لها شيء يعني مقابل إله وهمي خرافي ليس له وجود بأي شكل من الأشكال ومن كان زلمة يجي يعقبني يعني نحن عم نحك ونخلي عاقب لأخ رياض و مزبوط يعني يبقى رياض بعدين يجي لعندي ها مو يجي خلي برياض أول شيء على مثلك تماما إذا هو فعلا زلمة خلي يجي يباطحني ومندفل بنص وجو شو هذا الإله يعني على قولت المثل لا بيهش ولا بنش ولا بيكش وإيد من قدام وإيد من ورا بالضبط بالضبط أنا آسف أصدقائي يعني أنا بصراحة متمنى يكون اللقاء أطول مع الأخ رياض بس يعني من منطول على المشاهدين كمان الحلقة يعني مشا ما يملوا منها وأكيد يعني متأكد مية بالمية في عنا حلقات تانية أكثر من حلقة مع الأخ رياض ونحن يعني مثل ما أقول ودافعنا هو المحبة محبتكم بصراحة بس مو محبة المسيح المعروفة يعني طيب أخ رياض كلمة أخيرة بتريد توجهها للجمهور تفضل كلمة أخيرة أخ جان بدي أحييك وأشكرك وإذا ضليتني أتشكر منك من هون لبقضة ما رح يكفي ويعطيك ألف 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 عافية على كل هال المجهود الطيب وأشكر الجمهور الحبيب المتابع أنا أشكرهم من باب مشاركتي في اليوتيوب أنهم هذه الكلمات المشجعة على حالها بتكفي يعني إن أسمع منك تشجيع وثمز أب هذا بتسوى عندي الدنيا كلها صراحة وأحب أن أشكركم على المداخلات وعلى الأسئلة وأنا تطلع أن نتشارك من حلقات جديدة أخرى في هذا البرنامج الجميل برنامج إجهر وفقط أحب أن أشكركم وتابعوا وتواصلوا ولا تنسوا دائما يعني إجهر بالحق هو ليس إلحاد بمعنى أنه حق بمعنى أنه طريق العقلانية إجهروا بالعقلانية والكل يوافققه لا أعتقد أنك ستجد شخصا لا يوافقك على العقلانية هي عقلانية بحد ذاتها مفروض يغيروا الاسم من إلحاد إلى عقلانية بالضبط يعني هو الهدف واحد الهدف أنه ننقذ حياة الملايين اللي دمرت الأديان ونعيش حياة كريمة يعني والله منستحق نحن نعيش حياة كريمة عن جاد نعم مزبوط فلذلك يا شباب اجهروا معنا اجهروا لحالكم المهم أحكوا انطفضوا وخليها انطفاضة في وجه الجهل ونخلص من هالتراث الملعقين هذا الأسف الشديد اللي نور يعني ما شفنا منه غير الدمار شكرا لكم أخوتي وشكرا لك خرياض ونلتقيكم في حلقة قادمة مع السلامة شكرا جزيلا تحياتي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم